السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لدينا اللكتور الوحدة الثانية الأسبوعان الثامن والتاسع صفحتان أربعون وواحد واربعون الهدف ديال الدرس إدونتيفيه إليغ أن تكست أنفورماتيف إدونتيفي يعني نتعرف إليغ نقرأ أن تكست أنفورماتيف نص اللي كي إعطينا معلومات العنوان ديال النص هو ماري كوري وعندي واحد العددين بين القوصين يعني فاش كيكون عندي شي الاسم ديال شي شخص وقدامه هنا بين القوصين العددين يعني أنه اللول هذا يعني التاريخ الإزدياد والتاني غالبا كيكون تاريخ الوفاة دونك هنا يعندي ماري كوري ميل ويسان سواصنة ست ميل نفسان ترنت كاترين الف وتمان ومائة وسبعة وستون الف وتسو مائة واربعة وثلاثون إذن في الأول سنجيب عن الأسئلة ديال قبل القراءة قبل القراءة قبل القراءة هذه الأسئلة كنجيب عليهم فقط من خلال العنوان ديالنس وكذلك من خلال السورة دونك جوبسرف اجو ديكوفر او لاحظ واكتشف لابرمير كسين او بسرف لتتر او لاحظ العنوان والسورة دكي واپارلي لتكست يعني عن من سيتحدثو النص دكي واپارلي لتكست عن من سيتحدثو النص إذن من خلال السورة والعنوان يعني في واحد السورة كتبلية واحد المرأة وهنايا فوق منها فوق منها كان دك الأشياء التي تستخدم في المختبرات وهنايا عندي الاسم ديالها ماري كوري وهنايا عندي تاريخ الإزدياد ثم تاريخ الوافات إذن ممكن أننا نقوله إل فا بارلي إل فا بارلي دون صافان يعني أنها ممكن أنها تكون عالمة يعني هذا فقط فقط يعني استنتاج من خلال العنوان من خلال هاد الصور هادي يعني أنها ممكن تكون شي عالمة سيتحدث عنها النص donc ممكن نقوله إل فا بارلي دون صافان صافان هي عالمة يعني أن هذا النص سيتحدث عن عالمة ندوزو la deuxième question النص من خلال العنوان إذن كيف ما قلنا هادو كالأعداد اللي هما بين قوسين اللي هما هادو 1867 1867 1967 1934 هادو كيمتلو يعني هاد اللول كيمتل تاريخ الإزدياد لادات دونسانس والتاني كيمتل تاريخ الوافاز لادات دو دس إذن هاد شي اللي هاد نكتبو دونك إل ربريزان هنا يهاد إل كتتعود لعلى لنمبر entre بارانتاز إذن ممكن نكتبو إل ربريزان أو بيا لنمبر entre بارانتاز ربريزان ونكملو دونك إل ربريزان سه دات دون نص تاريخ الإزدياد دیلا ها اد دو دس او دیل الوافاز يعني تاريخ دیا الوافاز يعني لود وتاريخ الإزدياد إذن دات دو دس 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 إل اد stabilization دمن دiban دان اتيل كومبوزي يعني من كم من من فقرة ومن جزء يتكون هذا النص اذا كيف كنلاحظو بانا في غير من خلال الرؤية اللولة بانا عندنا ثلاثة ديال الاجزاء يعني الجزء اللول من الاول حتى الهنايا هذا الجزء الثاني ثم هذا الجزء الثالث ثاني حتى الاخر يعني هذا الجزء الثالث اذا سنكتبو بانا لكاتريم ريبانس إلي كومبوزي دو 3 بارتيني مكون اذا هذا النص مكون من ثلاثة اجزاء إلي كومبوزي دو 3 بارتين دوزو دابا القراءة ديال النص كيف ما ولفنا كنديرو جوج ديال القراءة القراءة اللولة فهي يعني كتكون مع الشرح المبسط ثم القراءة التانية قراءة عادية متأنية ماري كوري 1867-1934 1867-1934 كيف ما قلنا هدا تاريخ الإزياد ديالها و هدا تاريخ الوفت ني اه فعصوفي يعني ولدت فعصوفي en Polonia يعني هات فعصوفي مدينة ف Polonia ني اه فعصوفي en Polonia ست سلبغ فيزيسيين فرنسيز يعني هاده الفيزيائية فيزيسيين هاده الفيزيائية الشهيرة سلبغ الشهيرة الفرنسية فرنسيز يعني هنه هي تولدت ف Polonia و هنه يقلو بإنها فرنسيز يعني انها خدت يعني مني نجات الفرنسيز بإنها خدت الجنسية الفرنسية ست سليبغ فيزيسيين فرنسيز يعني هاده الشهيرة الفيزيائية الفرنسية الفيزيائية الشهيرة الفرنسية اديكوفار اكتشفت ايزولي و عزلت عزلت يعني من ايزولي لغاديوم يعني اكتشفت و הסلات لغاديوم ازلاته يعني من بين واحد المكونات اخرى و من بين واحد العناصر اخرى ازلته بحديته اذا هاد لغاديوم هاده كيف ما معرفينه لتحت عندكم في صفحة أنه لما أطميك راديو أكتف يعني أنه عنصر ذري جاي من الظرة راديو أكتف يعني إشعاعي يعني عنده نشاط إشعاعي دونك في في دان بروفسور يعني الإبناء ديال واحد الأستاذ دماتماتيك أستاذ ديال رياضيات ودين إنستيتوترس ودين مدرسة يعني أن الأب ديالها كان بروفسور ديال ماتماتيك كان أستاذ ديال رياضيات والأم ديالها كان تمدرسة ديون إنستيتوترس أل فين أباري يعني جاءت لباريز أل فين أباري ان 1882 جاءت لباريز سنة 1882 ويبورسويف اللي كي تتابع فيها يعني هاد إي تعود على باريز هاد إي 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 تتعود على باريز اللي كي تتابع فيها سيزيتود اللي بيش تتابع فيها ديالها سيزيتود هناك ايه رنكوانت ايه تلاكات ايه رنكوانت بيار كوري ايه تلاكات بيار كوري برفسسر على صوربون ايه هو استاد بجامعة صوربون ايه لإبوز تزاوجته ان 1895 ايه لإبوز ايه لدي تاود على بيار كوري هنا هي ماري كوري و هو بير كوري يعني في الدول الغربية يعني النساء منين كي تزوجو كيخدو الكنية ديال الزوج ديالهم يعني هي في الول قبل ما تزوج ما كانت سميتها كوري ولكن فشت زوجاتو ولت ماري و خدت الكنية دياله كوري يعني ولت ماري كوري دياله يتزوجاتو سنت ألف وثمانو مئا وخمسا واتسون بعد بعد ديكوورت باعدك تيشاف دياله راديو اكتباتي راديو اكتباتي كيف مما ديرينها هنا يفل تحت فتعرف دياله راديو اكتباتي ينميسيون ديسرطان ريون يعني الانبيعات ديال بعض الاشععات ينميسيون ديسرطان ريون هده كي يه راديو اكتباتي يعني واحد نشاط لي هو اشععي بعد ديكوورت ديلا راديو اكتباتي طار بكريل يعني من طرف يعني الكتشاف ديال نشاط الاشعي من طرف بكريل ان 1886 يعني سنت 1886 ينهات بكريل هده هو اللي كتشوف لا راديو اكتباتي لكوري لكوري هنا يكن نقصدو بيهم يعني ماري كوري وزوج ديالها لكوري تقفلوا مجموعين يعني هيا وراجلا على دكوورت ديوز ايلمان يعني ايلمان الكتشاف ديال جوش ديال لعناصرين ديال عونسورين عونسورين راديو اكتباتي يعني عونسورين موشعين يعني ديوم نشاط اشعاي ديوز ايلمان راديو اكتباتي ليهما لرادوم ورادوم لرادوم اللي كما عندنا هنيف شرح ديالهم لرادوم يعني لرادوم هو واحد العنصر ذري جاي من ذرة اللي كيشبه لرادوم ولرادوم يعني هو واحد العنصر اللي كانستعمله في تولي ديال طاقة كانستعمله في صناعة ديال طائرات كذلك كانواستعمله في سنة القنابيل النموبي هذا الورانيوم الذي يشبه بحل و بحل الغاديوم يعني هادو عناصر كيميائي ان 1903 يعني سنة 1903 يل سبارتاج يعني تشاركو لبري نوبل ده فيزيك اوك بكرال يعني تشاركت هي وراجلها جائزة نوبل يعني هاد جائزة نوبل يعني واحد الجائزة اللي هي كبيرة كتتعطى العلماء الكبار جدا كتتعطى العلماء الكبار اللي كيكتشفو يعني شي حاجة اللي هي مهمة كتتعطى لهم هاد جائزة نوبل لبري نوبل ده فيزيك اوك بكرال يعني تشاركت هي وراجلها هادك الجائزة دي النوبل شاركو فيها بثلاثة ماري كوري وراجلها وهادك بكرال لبري نوبل ده فيزيك اوك بكرال ان دوزو الفقرة الموالية سان ماري سان ماري مار دان اكسيدن يعني رجلها مات بوحد الحادثة دان اكسيدن دو la circulation مات بحادثة سير ان 1906 سنت 1906 يعني مات رجلها بحادثة سير سنت 1906 ان لوي لسان دو في يعني او خلالها جوج ديال البنات او لنديرو هنا البرون تالور سا بلاس على صوربون يعني وهي خدات البلاسة ديالو في جامعة صوربون يعني ولت استادة مش لانها فقط زوجة ديالو باش خدات البلاسة ديالو ولكن نظرة للكفاءة ديالها لانها كانت هيوية كيخدمو بجوج في نفس المجال يعني كانت تايا عندها الكفاءة عندما تقول يعني دكشي باش انها يعني طاوعة تكون استادة ديال الفيزيك فهذه الجامعة ديالصوربون على صوربون كم بروفسر ديالفيزيك يعني كا استادة الفيزياء سلا برمية فوا يعني هادي المرة الاولى كون فام اوكوب أنتال بوست يعني هادي المرة الاولى لي واحد المرأة تحتل يعني واحد بحل هاد المنصب بحل هاد المنصب هذا يعني انها تكون استادة ديالفيزياء في جامعة صوربون يعني هادي أول مرأة يعني اللي حضاس بها跡 المنصب هذا أنتال بوست en 1910 يعني سنة 1910 elle réussit ايزولي يعني نجحت انها تعزل totalement تعزل بكيفية النهائية لغاديوم يعني انها استطعت انها تعزل لغاديوم عن باقي المكونات elle رسو الغ ادن بانها يعني ربيحت الغ لبري نوبل انها اخدت جائزة نوبل في الكيمية en 1911 سنة 1911 لغاديوم او بري دي كال يعني هدك لغاديوم ديك لعنصر او بري دي كال البي يعني اللي عيشت معاه يعني سنوات طويلة البي طن داني يعني البي طن داني سنوات طويلة اه مالهرزمن لسوء الحد يعني مالهرزمن لسوء الحد ريزن دي آن مالهرزمن ريزن دي سا سنته يعني انهو كان يعني السبب في المارد ديالها تري مالهد يعني جيد ماريدا الستن ستن يعني طفات يعني ماتت الستن يعني عمي شرح المر يعني ماتت الستن اه لعج دي سواصنت ستن يعني ماتت هيا عندها سبع وستين عم ندوزو دابع القراءة الثانية نديرو القراءة اخرى يعني بعد الشرح نديرو القراءة الثانية مارك وو اشتاولى نست cul Besch Rou ended نه نز 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 مو نز fato نز نعة نز 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 Fille d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice. Elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, les Curies travaillent ensemble à la découverte de deux éléments radioactifs. Le radium et le polonium. En 1903, il se partage le prix Nobel de physique avec Becquerel. Son mari meurt d'un accident de la circulation en 1906, en lui laissant deux filles. Elle prend alors sa place à la Sorbonne comme professeur de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. En 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel de chimie en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Très malade, elle s'éteint à l'âge de 67 ans. Je lis et je comprends. marie. La question numéro 5. ويني ماري كوري يعني اينا ولدت ماري كوري من خلال نص عندنا ele ne a Varsovi يعني تولدت في Varsovi يعني هدي مدينة كينا في Polonia ele ne a Varsovi يعني ولدت ب Varsovi يعني مدينة في Polonia la question numero 6 كالي sa nationalite جنهية الجنسية ما هي الجنسية ديال ماري كوري كيف ما شفنا بي انها ele de nationalite فرنسية عندها الجنسية الفرنسية إذا نغادي نكسبو ele فرنسية عندها الجنسية الفرنسية هي فرنسية خدت الجنسية الفرنسية فججت الفرنس la question numero 7 كالتود كالتود اتل فت ما هي الدراسات التي قامت بها إذا هيا كانت في الول كالتود 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 في مدينة الفيزية إذا غادي نكسبو ألا في ألا في ديز اتود د فيزيك يعني درت قامت ب الدراسات في مدينة الفيزية la question numero 8 كالتود 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 يعني ما هي الدكتشافت ما هي الدكتشافت أتود كالتود ست دكتشافت سول وش درت هد الدكتشاف هدا هدا بوحديت كالتود 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 بوحديت ها نون ألا في ست دكتشاف أفك سن ماري يعني درت هد دكتشاف ديالها مع رجلها أفك سن ماري مع زوج ديالها يعني ميشي بوحديت دوزو دابا la question numéro 9 دكو 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 رجلها دكو 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 ده دكو 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 مات بحديثة سير la question numéro 10 quand a-t-elle reçu le prix nobel de chimie يعني فوقاش خدات جائزة nobel في الكيمية دان غدين اكتبوه elle a reçu le prix nobel de chimie en 1911 سنة 1911 يعني خدات جائزة nobel في الكيمية هذه اللي خداتها بعديتها يعني فاش اكتشفات اكتشفاتها لكن قدرت انها تعزل البولونيوم خدات ديك ساعات الجائزة دي النوبل سنة 1911 la question numéro 11 a cause de quoi est elle mort يعني بسبب ماذا فاش نقول a cause يعني بسبب ماذا يعني شي حاجة اللي هي خيبة a cause de quoi est elle mort يعني بسبب ماذا ماتت شنو السبب اللي بيه ماتت donc elle est mort a cause du radium يعني انا هدك لعنصر اللي الradium هو عنصر كيميائي كنت كتشتغل فيه هو هو عنصر خاتر يعني بسبب ديالو ماتت elle est morte a cause du radium la question numéro 12 qui est Pierre Curie جكون هو هو Pierre Curie طبعه تلحال كيف ماشفنا في النص هو زوج ديال ماري Curie donc هو هو عنصر يعني واحد لعنم كابير Pierre Curie est le mari يعني هو زوج ديال de ماري Curie زوج ديال ماري Curie هو هو c'est un grand savon عالم كابير ديال 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 جلي et جلي جلي et جلي اقرأ وا اكتب اقرأ وا اكتب la question numéro 13 répond aux questions اجيب عني الاسئلة ادن عندي a qui est ماري Curie يعني جكون هي ماري Curie ادن ممكن اننا نكتب c'est un physicien ادن هي c'est un physicien ماري Curie ادن 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 ماري كوري اتن فزيسيان بي كالباست اوكبتال اپري المور ده سان ماري اقالك شنو هو المنصب اللي اشتارلت بيه او اللي خداتوا من بعد الموت ديال الزوج ديالها كيف ماشفنا بانها يخدات المنصب ديال بروفسر ده فزيك ديال نكتبو ال ديال ني أصبحت ال ديال بروفسر السادة ديال الفيزياء في جامعة سربون بروفسر ده فزيك نكملوها هنا ال ديال ال ديال بروفسر ده فزيك ونقدر نكتبو الال سربون الابرين نزيدوها سي شوازي شوازي 3 دات ديال تكست اي اكري سو كال ربريزند قليك اختار تلاتة ديال تواريخ من النصب وغادي تكتب شنو كتمتل هدي كالتواريخ عندنا بزاف ديال تواريخ اللي كينين في النصب غادي نختارو منهم تلاتة حماسنا بروفسر ديال 1885 لها دي تلاتة ديال ديال مرياج ينزيد تاريخ ديال زواج ديال لا دت ديال مرياج ينزيد لاتة ديال زواج ديال مريكوغي لاتة ديال سو مرياج هاتختارو تاريخ اللي بريتو وديرو قدامو شنو كي يعني الولا الحادث اللي كي متل ممكن أن نختارو أيضا بار اكزمبل 1906 لادات وبيا ما غاديش تقتنا باش نديرو لادات غادي نقولو لاموغ هنا في هذا التاريخ هذا لاموغ دو سان ماري هنا يمات الزوج ديالها لاموغ دو سان ماري نقدرو عاو تانين ناخدو 1911 1911 إذن هنا خدات لبري نوبل الهل رسو يعني هنا خدات الهل رسو يعني خدات جائزة نوبل للمرة التانية الهل رسو لبري نوبل في كيمية الهل رسو لبري ما غاديش تقتنا ولكن غادي نعود نرجع لهنا لبري نوبل ان شيمي في الكيمية دون هادو تلسة ديالتواريخ يعني اللي كن نختارو فقط كامتلا لكسيون ديالتواريخ كالتواريخ كالتواريخ ايزولي تطالما يعني شنو قدرت او لشنو نجحات انها تازل بكيفيتين نهاية يعني قدرت انها تازل ل polonium لرadium إلا ريوسي ايزولي تطالما لرadium pardon لرadium دونك هادو نكتبو إلا ريوسي إني نجحات ايزولي نجحات في عزل ايزولي لرadium اخسنا نديرو تطالما لكن ما ماكتبنا هاش ايزولي تطالما لرadium يعني نجحات انها تازل لرadium هو اللي به خدت جائزة نوبل تانية ندوزو دابا لأ سوليني سكي يفري بارمي سي بكيفيتين يعني يغدين سترو على الجواب الصحيح من بين الاقتراحات تالية اللي عندي هنا سو تكست هني هذا النص دون دزان فرماشن كي يعطي معلومات سور ايزولي كي يعطي معلومات حول شخص اولا راكونت انه استوار اماجينار اولا كي حكي واحد القصة اللي هي خيالية بطبيعة الحال لا راكونت انه استوار اماجينار هادي لنا كيفاش نصنعو شي شي معين اذا الجواب الصحيح هو هدا دون دزان فرماشن سور ايزولينار معلومات حول واحد شخص معين اللي هو ماري كوري جن ريشي من لكسيك يعني اغني معجمي سنشوفوا الكلمات اللي عندي هنا ساليبر تري كوني يعني انه مشهور كنقول ايزولي واحد شخص مشهور ايزولي يعني تزوج سماري تتزوج سماري مغير ساسي دو يعني انه مبقاش عيش يعني انه مات ريسير يعني انه ينجح اغني انه كيوصل لدك الهدف اللي كيتمن اغني انه نجح جلي او يعني اقرأ بصوت مرتفع بعد اغني Revolution اغني انه بعد اغني ان��요 de deux éléments radioactifs le radium et le polonium دوزو après la lecture بعد القراء quels sont les temps de conjugaison utilisés dans ce texte le temps de conjugaison utilisés sont le présent le présent le passé composé le passé simple la question numéro 15 que penses-tu de Marie Curie c'est une grande chercheuse c'est la première femme qui a reçu deux prix Nobel et c'est la première femme qui a reçu deux prix Nobel la question numéro 6 quelle information est-ce que tu as reçu sur Marie Curie c'est ce que j'ai reçu c'est ce que j'ai reçu Marie Curie c'est ce que j'ai reçu 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 j'ai reçu c'est ce que j'ai reçu c'est le sentier c'est le sentier c'est ce que j'ai reçu il estFirst c'est top tu pries la première femme c'est laơn uneque est enfin des notices il electrons sur le sentier le sentier il est ما تتبني بسبب هاد لغاديوم هادا. دوزو لكيشون دي ست. كالزوت انفرماشن امرتوا افوار. يعني شنو هما المعلومات الاخرى اللي تبري انك انك تحصل عليهم. بار اكزمبل ممكن اننا نقولو اه اتل وش عندها اتل اتل وش عندها اخوتها 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 اخوتتها. بعض اني هاد العلمة دي الاستفام وغاد نديروها هنية. اتل وش عندها ممكن انكم تدروا المعلومة اللي انتم مجدتكم في بالكم وبغين تعرفوها عليها. غد تحطو هنية السؤال عليها. اذا غدين ندزول السؤال رقم 18. اه كنتي دوت فام ساليبر كم ماري كوري. بارل دال اتا كامراد. واش كتعرف? يعني نساء اخريات مشهورات مثل ماري كوري. بارل دال اتا كامراد. تحدث عنهن لأصدقائك. اذا غدين ناخدوا واحد الامثيلة اللي درتانا. ادرت واحد جيش دي الإمتيلا. هاد السؤال رقم 18 درت بارب cobra ميك ك 괜طوك. ادرت بارب najbardziej ناخد باربουμε صاح줄 اللي هدت جائزةster gente الاستناسر بنجر قررت بارل دال 30 تركيب الويراتية ديالدورة ومعرفة تركيب الويراتية على تكتير عن تتخير وخصوصاً على الانتقال للجينة الويراتي من جيل إلى آخر شخصية تانية هي الالزابت بلقويل نهاية 1821 تولدسف 1821 اتتا المرة ديلمرة للمدرسة من مدرسات المدرسات الجمعة تب مدرسات مدرسات السنينية أستي أصدق ملتانة مناضلة لتناضل على الصحة للنساء الفقيرات من بعد ما أخذت الدبلوم من المدرسة للطب كانت مناضلة حول صحة النساء الفقيرات هذه الشخصيات وممكن تديروا أي شخصيات اللي بغيتوا يعني النساء تختارهم مشهورات تديروا عليهم معلومات إذن هابدك نكون سلينا صفحتين دينا رقم أربعون واحد وأربعون سمحوا لي طولت عليكم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء